دائما نحن بيوم جديد نركز على الإنجازات بشكل أو بآخر وكيف لما تكون إنجاز من نشمية أردنية دخلت في مجال تصميم السيارات، هندسة السيارات، ميكانيك السيارات دائما نحن نحن نحكي هذه المهنة تحديدا حكرا على الرجال ولكن ريم مسميرات غيرت هذا المفهوم ويعني اتجهت اتجاه مختلف في عالم تصميم وصيانة السيارات فخلينا نتعرف على هالنشبية وليش بلشت بهذه الدراسة صباح الخير ريم وهل وسهلا فيك سهلا صباحك نورتينا يعني واضح عشقك للسيارات من تحت الهواء كنا عم نحكي معاك وحكيت لنا قدي بتحبي السيارات شو اللي خلاكي يعني تتجرأي وتفوتي بالتصميم السيارات بشكل عام هي آلة كتير زكية بنفس الوقت بتبين إنها معقدة بس هي كتير بسيطة وبتضم كتير أشياء من ميكانيك لتصميم سواء خارجي أو داخلي ايرو دايناميكس فهي الأمور كلها بالنسبة لي إشي كتير يعني بخليني أفكر وبيحفزني أني أشتغل وبيحمسني أني أسوي أكتر فيه فهذا كان أكتر دافع لإلي أني أتعمق أكتر في موضوع السيارات بس كلنا بنعرف أنه الدراسة صعبة يا ريم أكيد ما فيه إشي سهل بشكل عام بس يمكن حلاوة الموضوع الصعوبة اللي فيه بداية يعني من أنت صغيرة عم بتحبي هذا المجال أخذتي الدراسة الجامعية وكملتي بالماستر وحاصل على عديد من الجوائز حتين عن هذه الجوائز حصلت عليها وعن المشاريع اللي قمت فيها بتصميم أيضا سيارات طبعا أول مشروع هو كان من الأردن طبعا من خلال الجامعة الألمانية بتنطرح أول مرة فكرة تصميم سيارة اسم المشروع كان فينيكس من سنة 2014 وكان أول مرة بتطرح فكرة سيارة رياضية لشوارع عمان كهربائية كاملة فهذا التصميم هو البلشت منه عشان خلينا نحكي أتوسع أو أكبر في موضوع السيارات بعد الباتشولر ديجري صار في عندي مشاركات بالمصابقات عدة واحدة منها كانت في 2016 اللي سمحت لي أني أعمل ترينينج عند مزاراتي وبعديها شاركت دخلت أو أكتشلي بالماسترز والماسترز من الاتحاد الأوروبي أعطوني شهادة تكريم كوني أول إمرأة من العالم العربي بتحصل على شهادة تصميم السيارات وبتشتغل في مجال تصميم السيارات بعد هذا التكريم تم ترشيحي لجائزة مكنزي لإنجازات المرأة هذه الجائزة بتخص المرأة بمهما كان طبيعة عملها وينما كانت بالعالم للتركيز ودعم إنجازات المرأة ريم كنتي عم تحكي عن تصميم سيارة بتناسب شوارع عمان يترى فيه اختلاف لما المصمم بيصمم سيارة لمثلا دولة خارج الأردن أو بالأردن نحن لدينا مثلا مطبط والجور ترينت معنا عشان هيك لتسوي السيارة على أساس 100% بشكل عام التصميم عشان يكون ناجح لازم يكون نحل مشكلة فعشان نقدر نحل مشكلة إحنا بدنا نركز عليها وندرسها ونعرف إش هي فكل ثقافة بتأثر على طبيعة التصميم وطبيعة التكيف يعني بتعملي دراسة للشارع المنطقة قبل ما تصمم السيارة؟ أكيد نعمل دراسة بالأخص على الفنكشن أو الأولوية بالهدف من تصنيع السيارة ومن تصميمها بتأثر أصلا بالشارع وبالإنفارومنت اللي هي ماشي فيها فأول ما بنبلش بنبلش مثلا بالدرايف ترين والباور تبع السيارة إذا كانت محرك أو كهرباء أو هايبريد بعدين الشاصي بعدين بطلع للشكل الخارجي اللي هو بتضيع كس المشاعر هذه احنا في عنا جملة بعالم تصميم السيارات إموشنز إنتو موشنز فكل المشاعر كمصمم من الإنفارومنت من الصعوبات من الباشن فور كار اندستري اتسلف كله بتحول لخطوط شغط بسنعة السيارات شغل أو بأخر نعم كله بتحول لخطوط أنت كأند يوزر أو كمستخدم بتشوفها سواء بالتصميم الداخلي أو الخارجي للسيارة نعم يعني خلينا نتحدث كمان عن نوعية السيارات يعني هلما نشوف وجود سيارات الكهرباء بشكل كتير بالشوارع الهايبرد ومنعرف يعني خلينا نكون واقعين الدول أو في بعض الدول في البداية ما كانت قابلة دخل سيارات الكهرباء أو الهايبرد لأنه بتعتمد بشكل أساسي على البترول والبترول يعني بترجع الموضيع أكبر منه سياسيا وإلى آخر هي عالميا وليس فقط محليا سيارات الكهرباء قدش ساعدت بقدرة الشراء السيارة أولا ثانيا وجود العديد من المميزات اللي بتساعد وتساهل على السائق أثناء تواجده على الشارع أكيد هلأ سيارات الكهرباء عملت زي قفزة نوعية سواء من نوعية السيارات من الحفاظ على البيئة من طريقة سواءة السيارة لأنه مختلفة تماما عن سواءة أي سيارة تانية عادية وكمان سمحت للناس أنهم يكون عندهم خلينا نحكي الحسرة فهي بأنه يقتني تكنولوجيا هلأ دي متقدمة فهي القفزة اللي عملتها سيارات الكهرباء هلأ من ناحية التصميم ساعدتنا كتير لأنه بطل في عندي مكونات ميكانيكية بتاخد حيز من مساحة السيارة فساعدتني ألعب بشكل السيارة أكبرها مثلا من الداخل أكبرها من الداخل حجمها من برة المقدمة تبعت السيارة صرت بقدر أعملها فلات فأعطتني المجال أني ألعب كتير وأكون مبتكرة أكتر في الموضوع نحن نرى مع المشاهدين الصور من تصاميمك ريم يعني صراحة روعة روعة شكرا هذا رسم إيد لبروجيكت كانت من خلال الماسترز قد يأخذ منك وقت لما بدك تعمل تصميم لسيارة؟ هلأ تصميم سيارة مش أقل من شهر عشان يطلع إشي بروفشنل مثلا الإلستريشنز هادي بتأخذ أموست تن دايز الرسم الوحدة إذا بدنا نحكي فينيكس من المشاريع اللي اشتغلتها كاملة فينيكس أخذت تقريبا ستة شهر لأن فينيكس عملت كسكيل وان تو وان موديل بالحجم الطبيعي بروتوتيب ونعملت تنشغلت ميكانيك وإنتيريور وإكستيريور فكان بروجيكت متكامل أخذ تقريبا ستة شهر يعني شوفي نحن نعتبر نحن من الدول المصنية للسيارات يعني نحن متعودين على ألمانيا متعودين على كوريا اليابان والآخرين إيش بينقصنا محليا أن نفتح مصنع سيارات كهرباء بديش أنا يختيب يعني ميكانيك زي ما بيحكوا خلاص أنا بدي سيارات كهرباء حتى يستعملها المواطن وقداش بتكلف يعني يعني إلا أنت بتشوفي السيارات رينجها بيكون كتير غالي بتصفي البراند يعني أنا باشتري والله سيارة فراري مثلا مش عشان والله الإدهان والمحرك والعجال أنا باشتري عشان البراندينج بيسموها أو العلامة تجارية هلأ إحنا بنقصنا هون تصميم هذا الإشي اللي أبواجهه صراحة من الصعوبات والتحديات أنه أنت ما بتقدر تعمل سيارة بدون تصميم لكن الثقافة عندنا أن السيارة هي ميكانيك السيارة هي كانت ميكانيك صح بالخمسينات كانت ميكانيك بس هلأ السيارة صارت أكتر من ميكانيك فعشان أنا أقدر أصنع فيه إشي اسمه تصميم صناعي فيه إشي اسمه تصميم الترانسبرتاشن ديزاين والبرودك ديزاين هدولة بساعدك أنك مش بس تسوي سيارة وتسوي أي إشي أنت بالدكية حتى الكاميرا اللي احنا نستخدمها everything is design فثقافة التصميم عندنا ضعيفة لا تدرس بجامعاتنا ما منحكي فيها إذا بدنا نفكر بالتصميم أول إشي نفكر فيه graphic design أو fashion design مع أنه مش الأهم إشي يعني فيه أشي كتير بده بالظلط فالتصميم هو أول خطوة لازم ناخدها على أساس أني أنا أقدر أوصل أحكي أنه أنا بقدر أصنع سيارة بعد هيك إذا عم نحكي على كوست أياد عاملة مثلا أياد عاملة خبرات بدك ويركشوب ودزاين ستوديو لتهيئ لك مثلا اللي هي البروتو تايبين أول إشي بنعمله لتصميم السيارة بعدين عندك الوين تونلز اللي هي أيرو دايناميك سابعة السيارة بعدين لازم ننتقل لمرحلة أنه في عنا قوانين بتسمح مثلا من جمرك من الرود ريستيكشنز اللي هي تعليماته اللي عز وجوده على الطرق بالضبط بتحكم بطريقة تصنيع السيارة هذا كله بلعب بالبرودكت بالمنتج النهائي هي بتصفر صنو برساتك هو هذا الاشي دراسته بشكل مفصل إذا بدي صير لدينا دراسة لسيارة يعني فيه أمل إذا كان هناك خطوة جادة من شخص حاب نفتح مصنع سيارات عنا بالأردن ممكن يكون هذا الاشي لأنه عنا أي دعامل وعنا خبرات يعني هاي حضرتك يعني اشي مشرفة ومفخرة للأردن يعني فيه عنا هاي للتصميم وبتصف فيه أضواق بالتصميم السيارات بشكل أو بآخر حتى بتشوفي بعض السيارات والله نزلت مثلا مرسيديز وكلا بتشوفي بأم مثلا ماخدين مثلا شكل من الخارج حتى شفنا نيسان في هناك شوية تشابه فممكن يكون إذا كان في هناك نية جادة بهذا الموضوع وبعدين دوق السيدي لما بفوت بالتصميم إلا يفرق ريم يعني أنا بتخيل تصميمك أكيد مختلفة عن تصميم الرجال I hope so يعني بتمنى أن يكون مرينة أكثر بتحس فينا أكثر بإحتياجاتنا داخل السيارة هذه أكيد هذه أكيد واحدة من الأشياء اللي دائما بواجهها مثلا لما أطلع بالسيارة واندي أحط الشنطي تبعتي بالضبط ما بدي إياها تتحرك لما بلف في ستيرنج لما بدي أسرع من كب كل اللي فيها بالضبط فهي بصفي فيه نظرة فيه بعد حتى شغلات هيك تفاصيل بتكون للأطفال لما عديهم بره للحماية فيه كتير شغلات ممكن إحنا عن جد نبدأ فيها كسيدات 100% من أكتر الأشياء اللي بصفي فيها فرق بين ذكر وأنثى بالسيارة لما طريقة استخدام طريقة لسواقق هي كتير بتأثر على هيئة السيارة بطريقة حتى لما بدنا نشتري سيارة مستعملة بنسأل اللي استخدمها قبل نجل الفتاة فيعني عن جد تفرق دافل أكيد ومرأة حتى لو كانت فتاة ممكن تكون سواقتها مش سيارة زي سواقت شاب عادي زي سواقت كاثي مثلا 100% نحن تفضحوا نكس خلينا في النهاية ريم إيش رسالة بتوجيها للصبايا ما بتحكي لهم يعني إحنا قد ما نحاول يكون هناك توعي في ثقافة تلعب إنه البنة لا وكيف بدها تزب محرك وكيف بدها تزبط بنشر إحنا لليوم بتحكي لك ما عرف شو سوي بنشر مثلا فنتخلص من هذه الثقافة وقداش بيكون في إبداع للسيدات لما تنوي استبداء أكيد هلأ أي شخص بغض النظر هي كانت ستة أو رجل هلأ من ناحية تعمل بنشر بدها تفك ماتور تحط ماتور يعني إحنا وصلنا في مرحلة كتير أدفانست كتير أدفانست وفي عدة وفي تقنية متطورة بالتعامل مع هاي الأمور بلس إنه سيارات الجديدة بطل في عنا محركات صارت بطارية بطل في عندي حاجة إني أغير بنشر لأنه صارت لعجال تيوبلس فالتكنولوجيا نفسها صارت تقدم فهي بس أنت أعملي لبديك بقد النظر سواء أنت أو أنت أعمل لبديك لأنك تآمن فيه لأنك تحبه عشان تقدر تنجح وتقدر توصل كنا قبل قليل نسمع سيدة عم تدرس هندسة ميكانيك أو عم تشتغل بالميكانيك بس هلأ صاروا أكتار ومن فترة كانوا معنا صبايا بيوم جديد أبدعوا صراحة بالميكانيك ويعني كانت سيارات تقيلة مش سيارات عادية فإحنا صراحة أدحان يعني ما في شيء بوقفنا ريم وطولنا سيدة عن جد حاطة هدف قدامها يعني بتوصل لإله أكيد مية بالمية بس بحب أحكي شغلي بخصوص هذا الموضوع أنه إحنا كتير بنركز أنه هي عملت وهي سواته بس خلينا نطلع على الموضوع بمجرديته أنه بالأبسلوت تبعه أنه بدي أعمل شيء فبقدر أسوي بغض النظر أحكم على شغلي نتيجة نتيجة التأثير تبعه على فعله أكتر من أنه يكون هي أو هو عمله البفرق هو المخ والعقل أهم من أي شيء طبعا بدنا نشكر كريم سميرات توايجزك ماذا لكل التوفيق وإن شاء الله أنت من أول المالكين مصانع السيارات عندنا بالأردن شكرا جزيلا من أول مصممة سيارات بدنا نروح لأول كابتن طيارة اليوم حلقتنا نسائية بامتياز خلينا نشوف هذا التقرير أيضا اللي يتحدث عن قصة نجاح لسيدة أردنية وكالعادة من يوم دائما نحن فخرين بسيداتنا ونشمياتنا الأردنيات خلينا نشوف هذا التقرير ونعود على متن بابل وبرنسس قادت حنان أبو عثمان أولى رحلاتها البحرية برتبة كبير الضباط ومن داخل قمرة القيادة لكبرى سفن النقل التجاري لشركة الجسر العربي أنا هنا بشتغل كبير ضباط موجودة على متن المراكب من طبيعة شغلنا أول شيء لازم نهتم بالسلامة الأمن المراكب زائد أنه فيه إحنا فيه عندنا ورديات بحر بتتمع من خلال طبيعة شغلنا طبعا بكون مسؤولة عن الأجهزة الملاحية مثل ما شفت بكون مسؤولة عن رسم الخرائط عن الاتصالات مباني وبين أي محطات ساحلية أو مراكب في حوالينا فبعد الانتهاء من الدراسة الأكاديمية البحرية حققت حنان حلمها لتخوض بمهنية وحرفية كل الأعمال المتعلقة بالنقل البحري ولتنال فرصتها بالعقبة خلصنا الأكاديمية خلصت مدة سنتين دراسة في الأكاديمية وطلعت سنة تدريب كطالب متدرب في علامة المراكب الجسر العربي خلصت مدة التدريب ورجعت للأكاديمية كملت الدورات اللي عندي اللي هي ضابط ثاني سكند أفسر وكبير ضباط تشيف ميت وان شاء الله عاد عم بخلص في المدة البحرية تبعتي مشان أكمل ربان بحري بإذن الله الذراع البحري بإمكاناته ومنظومته المتطورة في سلطة العقبة منح المرأة فرصة لخوض غمار البحار لأول سيدة أردنية تريد أن تصبح برتبة قبطان بعد عام من الآن ستتمكن حنان أبو عثمان من حمل رتبة ربان لأعالي البحار والتي ستؤهلها لقيادة مختلف أنواع السفن التجارية في مختلف موانئ العالم معين أبو دلو التلفزيون الأردني العقبة ترجمة نانسي قنقر